التوفيق يرسم صورة ورضية لأوضاع القيمين الدينيين في المغرب تحت هذا العنوان نشر مقعهوية ببرسمادة جاء فيها قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن أوضاع القيمين الدينيين عرفت تحسنا ملحوظا من ناحية المادية والاجتماعي والصحية منذ 2004 تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لأمير المؤمنين الراعي لشؤونهم والضامن لحقوقهم وقال التوفيق ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية إن الاعتماد السنوي الذي خصص لهذه الفئة قدره حوالي ملياري درهم وخمسمائة وخمسة وتمانين مليون مشيرا إلى أنه على المستوى المادي عرفت المكافآت تحسنا ملحوظا حيث ارتفع الغلاف المالي السنوي المخصص لمكافآتهم ستين مليون درهم إلى جوج مليار وخمسة وتمانين مليون وثلاثمائة وستين ألف وتسعمائة وخمسة وتلاتين درهم ما بين 2004 و2023 مما مكن من الرفع وتحسين مبلغ المكافآت وتعميمها على جميع القيمين بمن فيهم العاملون بالمساجد التي ينفق علي المحسنون وعلى مستوى الأوضاع الصحية قال الوزير إنه منذ سنة 2007 أضحى جميع القيمين الدينيين المزاولين مهامهم من أئمة وخطبة ومؤذنين ومتفقدي المساجد يتوفرون على تأمين صحي تتحمل الوزارة غلافه المالي الذي يقدر بمائتين وأربع وأربعين مليون وستمائة وستين ألف وخمسمائة درهم يشملهم ودوي حقوقهم من زوجاتهم وأبنائهم وأراملهم في حالة الوفاة كما يشمل الأئمة العاجزين وحسب الوثيقة فإنه ابتداء من شهر يناير 2023 تم تعميم هذا التأمين الصحي على منظفي وحراس المساجد وذويهم أسوة بباقي القيمين الدينيين حيث أصبح العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الخدمة يناهز 268.822 مستفيدا وعلى المستوى الاجتماعي قال الوزير إنه منذ 2011 يستفيد جميع القيمين الدينيين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين على شكل إعانات مادية عن العجز والوفاة ومساعدات مالية بمناسبة عيد الأضحى والزواج فضلا عن إعانات التفوق المدرسي باعتماد سنوي قدره 150 مليون درهم وبالنسبة للأئمة المجازين الذين لا تتجاوز أعمارهم 50 سنة تخصص الوزارة سنويا 16% من المناصب المالية للتعاقد معهم كما يمكن للذين تقلوا أعمارهم عن 45 سنة اجتياز مباراة ولوج معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات والتعاقد مع الوزارة بعد سنة من الدراسة والتكوين حسب الوثيقة وجدير بالذكر أن القيمين الدينيين أصبحوا يتوفرون على إطار قانوني صادر بتنفيذه الظاهر الشريف رقم 1147 بتاريخ 20 رجب 1435 الموافق 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي وضعيتهم يحدد بدقة واجباتهم ويضمن حقوقهم ترجمة نانسي قنقر